السلام عليكم. مرحبا بكم معي في وصفات امي امن هجيحة. ان شاء الله غدي نشارك معكم واحد الكيكا بالفينو فقط وببيضة وحدة. غدي نحتاجو في المقادير البيضة وحدة. واحد صشية من الفاني للتنسيم ولا قشور ديال الحامض ولا البرتقال. إلا بغيتو تستبدلو الفاني. واحد القبيصة ديال الملح. كاس لاروب ديال سكار سانيدة. العبار باش كان عبر بالقياس كاس العلبة اللي معروف دائما. غدي نخلط غير بالفوية هاد الكيكا ما نحتاجوش فيها نهائيا. غير بالفوية هاكا ولا بشي معلقة. غير حاولوا ما امكن يتغير اللون ديال البيض كيف ممكن شوفوا يرجع على هاد الشكل خفيف. غدي نضيف ليهم نص كاس ديال الزيت. بنفس الكاس غدي نعبر كل شي يعني السوائل والنواشف. ونخلط مزيان كنحصل على واحد الكريمة. ونضيف عليهم واحد العلبة ديال ايا قورت طبيعي. بغيتو تضيفو شين كها واحدة اخرى ديال الباني ممكن. وغدي نضيف عليهم نص كاس ديال الحليب. حليب عادي يعني من الكارتونة ديالو. للاشارة. البيضة من الاحسن ما تكون ش فاردة يعني من الاحسن الى كانت دافية شوية يكون احسن. سوف يكون خلط المكونات ديالي. وهنا غدي ندوز الدقيق ديال الفينو. هو هادا كيف ما كتشوفوه. دقيق ديال الفينو راه معروف. راه اللون ديالو كيكون ماي للصفيرر. بالنسبة الناس اللي ما كيعرفوش. والقوام ديالو كيكون حر شوية. عكس للفورس اللي كيكون ارتب. حتاجيت منه واحد الكاس ديال الفينو عمر مزيان. ضفت اليهم واحد تساشية من الخمارة ديال الحلوة. القياس ديالها انا عندي هنا 16 جرام. وضفت نص كاس واحدة اخر ديال دقيق الفينو. في المجموح محتاجيت الكاس ونص ديال دقيق الفينو. مع هاد المكونات اللي سبق وذكرت. هنا إلا بغيتو اضيفو هاد الاضافة. هاكا تعطي مضاق زوين هاد الشوكلاة فيرميسي. إلا ما بغيتوش ممكن انكم تستغنوا عليه. ولكن انا جربته به هاد الشوكلاة ووجا المضاق ديالو مزيون ورائع. سافي القوم ديال الكيك ديالي هو هاد. هاد نتاخدوا واحد يعني القالب ديال الكيك كيف مما بغيتوه. انا اخليت هاد. ومن الاحسن تاخدوه يكون صغير شوية لان المكونات عندنا تهي قليلة. دهنوه بالزبدة. وطبعا نرشع عليه الدقيق باش مكي تلسقش لنا. والطريقة المعروفة دائما كنحاول نصب الكيك ويدي. يعني الفوق كنعلي هكا وكنصب. طريقة رها يعني مل فينا ومعتدي يعني اعتديناها دائما كنديروها. سافيت الكيك ديالنا ما بقى ليه غير. غادي ندخلو الفران. بالنسبة الفران لو اي كيك كنطيبوه على درجة ديال الحرارة. ما كان ديب باسيش مية وثمانين دلاجة. يعني كل واحد على حسب الفران ديالو. لكن بالنسبة لي انا مية وستين مية وسبعين. كنطيب علي. والكيك المدة ديالو كيف ما معروف ما كيتعداش. خمسة وثلاثين تلاربعين دقيقة. ومعينكم ميزانكم طبعا را كتشوفو الكيك ديالكم. مني كيتحمرو كيتنفخ. كتحاولو نتقلبوه هكا بشيعود ولا شيشو كا الى الطابرة كتخرجو. من قبل كا اضافة حاولت نزينو هكا. درت واحد الخطوط ديال المكسارات هكا اللوز ولا اللي عندكم هكا. حاولت نصيب به ولا كا وكا ولا. يموين درت هكا خطوط ديال اللوز وخطوط ديال الشكلات. كيعطي منظر زوين. و منذ ضوق يعني كيجي امزيون. طبعا الكيك ديالنا غاديجي ناجح اكيد 100% ما فيهاش نقاش ما تبخلوش علينا بالاشتراكات طبعا اولي لايكات ونخليكم مع الكيك بعد ما يخرج من الفران صافي هو هذا جاهز للتقديم مع الشيكويس ديالاتي بصحة وراحة الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة